اهلا وسهلا بكل متابعينا وان شاء الله الجميع يكونوا بخير طبعا في هذا الفيديو حابب احكي عن شغلتين مهمات اولا يعني اسهل الطرق وابسطها انك انت تتعلم اي لغة وخصوصا اللغة الانجليزية والشاري التانية اخطاء يعني بصراحة قاتلة يسوها المدرسين في الحصة يعني بتحد من تطور الطالب بالطريقة المطلوبة طيب اول شغل اللي رح نحكي فيها نحنا انه مهارات اللغة الانسان شلون بيتعلم اللغة اول ما بيتعلم يعني من لما يكون هو بيبي طبعا الكلام هذا اللي رح احكيه انا ما رح احكيه من من راسي انا رح احكيه من من طريق الدراسات هذا كتاب تمام اسمه يعني شلون اللغة بتتعلم طبعا الابحاث كتير صارت يعني من عشرات السنين هن عبيعملوا ابحاث انه شلون الانسان بتعلم اللغة لانه العلماء عبيتعاملوا مع مع المخ وهن ما بيعرفوا يدخلوا عالمخ ويشوفوا شلون عبيتطور او عبيشتغل فبيحطوا نظريات وبعدين بيه بيجربوها وبيعملوا ابحاث عليها وبيشوفوا اكتر شي نجاح طبعا الانسان يمكن من معروف انه من لما يكون شهرين او ثلاثة بيبلش يخزن معلومات وبعدين بس وصل مثلا للسنتين بيبلش يطلع اول كلمة او جملة بس كان عنده مخزون بيقضل يخزن 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 يستمع يستمع وبعدين ببلش يطلع شوي بشوي وبيبدأ يقلد العائلة من شلون بيحكوا مع بعض الموقف هذا مثلا شو بيتطلب لحتى الواحد يحكي فيه انا جعت شلون بقول بيعبر في البداية بالطفل مثلا بالبكاء بالحركات شوي شوي بيلاقي الكلمة انه لما عب يقول كلمة مثلا مم عب تنفهم فعب يجيلوا اكل وبهالطريقة بيتطور فالاستماع هي ترتيب المهارات الطبيعية للغة هي الواحد استماع كلام تحدث بعدين قراءة بعدين كتابة لان عندك انت مهارتين استلام ومهارتين ارسال اذا انت بتستمع كتير للغة راح تحكي اذا انت بتقرأ اللغة كتير راح تعرف شلون تكتب ليش انك انت لما بتستمع تعرف لغض الكلمة فبتقولها بتقلدها فبتقولها ولما بتقرأ بتشوف شكل الكلمة فبتقلدها وبتكتبها تمام فهدول المهارات الاربعة وترتيبهم بالنسبة للتعلم طيب انا لما بدي هلأ مثلا اوكي انا لازم اركز على الاستماع اكتر شي لحتى اعرف اخذ اللغة لكن شلون انا مثلا بدي اتعلم واستمع بروح باستمع مثلا بتفرج على افلام باستمع الى اغاني بتفرج على مسلسلات صح؟ اكيد لا الكلام هذا غلط في البداية لانك انت لازم تكون اللغة اللي عبتستمعها اللي عبتستمع لها بتكون يعني خمسة وثمانين في المية مفهومة وخمسة عش في المية ممكن تخمين على حسب السياق فبتعرف هون شو قصده لكن اذا انا مسلا مستوايا ضعيف يعني مبتدئ واستمع الافلام بدي بس استمع الى دوشة بتكون مماماني يعني طلاسم قدامي ولو كان حتى الكلام بطيء والسياق معروف بس بدي تكون انت بتستمع الى الكلام ما بتفهمه فالافضل افضل طريقة انك انت في البداية تتعلم الاساسيات تفعل اللغة ولو مثلا حضرت كرس مثلا شهر او شهرين تاخد اساسيات اللغة وبعدها تاخد مثلا القصص طبعا افضل طريقة انك انت تتعلم فيها بالاستماع هي القصص وتكون قصص على مستوك يعني انت لو مسلا امったي او تاخد ابن استيج وانا الاستيج تو اذول اوكسفورد استوريذ على حسب مستواك لأنه دائما القواعد الموجودة في القصة هي القواعد اللي انت تعرفها الكلمات بسيطة الكلام سرعته بطيئة السياق معروف تمام فانت بتستمع وانت عبتتخيل الموقف فلكن اروح اجيب انا مثلا قصة تكون مستوى عالي او افلام او اغاني لا لا ابدا الاغاني والافلام ممكن تستمع لما تكون انت مثلا في البيوان انترميديات هالمستوى اوكي ممكن تسمع وتستفيد بشكل كبير لكن في البداية القصص طبعا القصة شلون انت مثلا تسمعها هي بتكون ممكن ست او سبع اجزاء وقصة قصيرة يعني كل جزء بيكون مثلا ماكسمم عشر دقائق فانت بتسمعها في البداية بعدين بتجيب القصة مثلا الشابتر او الجزء اللي انت سمعته فبتقراه بترجم الكلمات اللي فيه تمام بعدين بتسمع وبتقرأ في نفس الوقت اكتر من مرة لعند ما تصير انت تقدر تقرأها بسهولة وبعدين تستمع عليها كتير يعني الجزء لوحده بتستمع عليه في اليوم عشرين مرة خلي السماعة دائما في وذنك انت تطالع في المواصلات حب تشتغل شغلك ما بتطلب منك تحكي مع الناس دائما شغالي حتى لو انت ما كنت منتبه بس خليها مثلا دائما شغالي تقول لي طيب انا فهمتها خلاص القصة يعني ومليت منها معلش هي الموضوع اه فعرف انا ممل تمام وحيانا اول ثلاث اربعة تيام حيجي لك صداع لانه تكرار 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 حيجي لك صداع لكن بعدين حتتعود على الموضوع والجزء الواحد تستمع له طول اليوم مدة ثلاث ايام بعدين تنتقل على الجزء اللي بعده تساوي نفس الموضوع تمام فلكن اهم شي لو كان في كلمة انت منك فهمها عبت تسمعها منك فهمها لا نرجع ونقرأ مرة تانية ونشوف شو معناها ما نحاول نطلع من الجزء الا وانحنا فاهمينين وحرف حرف تمام وبالطريقة هاي تعمل بعد فترة مثلا ممكن تلات اشهر تنتقل للمستوى اللي بعده تمام ممكن حتى شهرين على حسب انت قدرتك في ناس عندهم ذكاء لغوي طبع نمل ان الناس عندهم صنفهم من تمانية لعشر انواع من الذكاء في الذكاء الرياضي تلاقيه بلا قوة الا بالله في الرياضيات لكن اللغة صعبة عليه شوية في ناس ذكاءهم مثلا غنائي بتحكموا في احبالهم الصوتية في ناس ذكاءهم حركي في ناس ذكاءهم لغوي الناس اللي ذكاءهم لغوي هادول بتطوروا في اللغة بسرعة يعني بتلاقي في القاعة الوحدة نفسها بتلاقي مثلا عشر طلبة واثنين وثلاثة فهمين كل شي ومتطورين بسرعة الاكسنت او اللهجة تابعتهم جميلة وبيلوقطوا اللغة بسرعة وفي ناس تاني لا بتلاقي دكتور ومحامي مهندس ودرجاتهم عالي دائما مثلا في الدراسة لكن اللغة ما بتزبط معهم هي تركيبة مخ مش اكثر لكن في النهاية بيوصلوها تمام فانت على حسب قدرتك راح تتطور لا تقارن نفسك بحدة تاني عبيتطور انت لا قارن نفسك بنفسك كل اسبوع شوف انا شو تطورت شوف همت مدامك انت عبتتقل من جزء لجزء معناه انت عندك انت عبتتطور عبتفهم اكتر وبالطريقة هاي بتعبي كلمات كتير وبتعرف اشتون الكلمة تقال لانك انت سمعت الكلمة لفظها السياق اللي انقالت فيه تمام فالقصص تعتبروا نمبر ون والقصص لازم تكون على مستواك تمام اذا كنت عم تدرس كورس في نهاية الكتاب عادة فيه التسجيلات اللي انت بتسمعها في الكورس مثلا المحادثات هاي كمان كويسة لانك انت هادل اه واخدهم فيه سياق معين وفيه اه وعلى حسب اه المستوى تبعك والقواعد اللي انت اخدتهم تمام هاي بالنسبة للقصص وعني دائما اي شيء تسمعه لازم يكون 85% منه مفهوم و15% منتركها للتخمين والسياق تمام طيب هلا مثلا اذا انا دخلت على كورس المدرسين طبعا انا هم نحكي عن المدرسين اللي اللي دارسين تكنيك اللي بيعرفوا اه شلون يدرسوا طبعا للأسف 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 كتير من الناس او المدرسين اه يطلق على نفسه مدرس لغة انجليزية هو دارس لغة مخلص لغة سواء باكالوريوس ماجستير اه لكن انت دارس لغة وما دارس تكنيك فلا تعتبر انت مدرس يعني مش اي حد مثلا يكون اه عبقري في الكيميا فبيعرف يدرسها او يوصل المعلومة او عبقري في الرياضيات فييدرسها يوصل المعلومة لا انت عبقري عبقري لنافسك فهي مشكلة كبيرة ان الناس كتير ما بتدرس تكنيك والله والموضوع بسيط بالنسبة للمدرسين يعني فيه كتاب انا دائما بنصح بي المدرسين هذا كتاب اسمه يعني هذا الكتاب اساسيات 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 التدريس لكن لو حد لو حد من المدرسين درس او قرأ الكتاب هذا رح يتطور مية وتمانين درجة يعني اسلوبه رح يتطور يتغير يفهم الطالب اشلون بيفكر ليش احيانا الطالب ما بيستوعب المعلومة ليش لازم يستنى الطالب حتى يفكر ويستنى العملية تخلص يمخه لحتى يعطيه مدرسين لا بيعطيك السؤال وبطلب منك الاجابة سريعة طب لا انا انا بيعطي الطالب السؤال وبعدين بستنى لان هو عبي يفهم الاول سيغة انت عبتسب الانجليزية فهو عبي يفهم الجملة او عبي يفهم السؤال تمام بعدين عبي يفكر في الاجابة اها تمام بعدين عبي يفكر اشلون يقولك الاجابة بالانجليزية فهي عملية بتطور احيانا نص دقيقة يعني انا بطلع فالطالب بستنى بصبر عليه لاني عارف انا شو عبي يصير في مخه المدرس مشان يكون مدرس يفهم الطالب لازم هو يدرس لغة غريبة يعني أنا طبعا عايش في تركيا وأول ما درست يعني لما مندرس اللغة التركية المدرس بشرح القاعدة بقول لك طيب ها سهلة والله يعني سهلة ما فيه شي سهلة بالنسبة إليك أنت بس أنا كطالب عم أطلع فيها نية صعبة ففعلا صرت أنا حتى لما الطالب شوفوا يستصعب الجملة أصبر عليه لأن أنا مردت بنفس الموقف فلازم كمدرس لغة إنجليزية يعني أربع خمسة سنين بالكثير تمام تتعلم لغة جديدة أو تقعد مكان الطالب لحتى تعرف الطالب شو بيحس ببطط تمام طيب هنا المدرسين فيه طريقتين هؤلاء المدرسين طبعا اللي دارسين التكنيك فيه منهم بيحب يستعمل الكلام البطيء السرعة البطيئة والكلمات المحدودة اللي هي يفهمها الطالب تمام وهذا أنا منهم بصراحة وبرجح الطريقة هاي وفيه ناس بيقول لك لأ لازم نحكي بالطريقة بنستعمل الكلمات بشكل عام الموضوع يكون مفتوح تمام لكن ما يكون يعني السرعة تكون حتى يعني مش بطيئة تعتبر نورمال لأن الناس هيك تتكلم بس أنا بعتقد أن الموضوع هذا بياخد وقت أطول مع الطالب عشان يفهم المعلومة تمام فهاي انت لو على حسب كيف تتعلم أنا بفضل يكون الكلام بطيء والكلمات حتى ما تكون يعني صعبة لازم تكون الكلمات من مستوى الطالب تمام حتى لو بدون قواعد يعني الكلمات 70% من لغة هي كلمات بتعرف تتواصل مع الناس بكلمات يعني أنا مثلا ما بدي أحكي لطالب لساته مبتدئ بقول له مثلا I play football my brother play football ما بحط ال S ما بقول له my brother plays football لأنه ما بيعرف ليش انت قلت play والplace بعدين لما تجي القاعدة وتشرح له إياها تمام ما في مشكلة تمام فهو ما بيعرف انت البسيط البسيط تمام عشان الطالب يعرف يتطور طيب فيه طبعا المدرسين لازم لما يستعمل طبعا اللغة الإنجليزية نحن عم نحكي على تعلم اللغة الإنجليزية في القاعة والمدرس ما بيحكي أي لغة تانية غير إنجليزية فرح يستعمل فيه طبعا body language حركات الجسم التعبيرات الوجه طبعا السياق اللي نحن فيه مثلا سوء الكلمات اللي ممكن أنت تتخم يتخمن إنها تنقل فرح تفهمه به الطريقة تمام فأنت دائما لما تتعلم كمان لا تركز على مهارات الاستقبال إنه بالله مثلا أفضل أسمع 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 أو أقرأ 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 لا بدك تسمع وتحكي تقرأ وتكتب يتمشيهم مع بعض لأن أنا إذا إذا إنت مثلا ما بتعرف تسوق سيارة وجبتك أعدتك جنبي وقلت لك أنت بتسوق السيارة بتعمل هيك بتسوي هيك بتشوف هاد بتشوف الإشارة وظليت جنبي شهر وأنا كل ما أطلع أعلمك وبعدين قلت لك يلا خلاص الكورس خلاص خلاص أنت هيك عرفت تسوق أكيد لا أنت عندك معلومات كلها لكن ما جربت ما أخطأت نص يعني أخطأت وصلحوا لك برة تاني فاليوم اتعلمت شيء مثلا الساعة الأولى اتعلمت الساعة التانية بتدرب الساعة الأولى اتعلمت الساعة التانية بتدرب تأخل وتعطي بتأخل وتعطي بتستقبل وترسل لكن أنا أركز دائما على الاستماع مثلا والقراءة وما يكون عندي فرصة أن أنا أتكلم أو أتدرب هاي الموضوع صعب ما رح تتطور إذا بتضل سنة على هذا الموضوع ما رح تتطور وهذا الشغل أنا يعني 13-14 سنة في التدريس يعني مر علي كتير الموضوع هذا ما رح تتطور شقد ما كانت حتى لغتك وأنت ذكاءك لغوي إذا ما تدربت ما رح تتطور طبعا في الحصة كمان المدرسين في يعني طريقتين بيتتبعوها الطريقة القديمة اللي هي بيجي المدرس بيعطيك المعلومات بيعطيك المعلومات بشرح لك القواعد بيعطيك المعلومات وخلص انت بتاخد وتمام تمام وفي الطريقة التانية وهذه الأفضل والأحدث اللي بتخليك دائما انت عب تاخد وتعطي مع المدرس اللي هي مثلا يكتب جزء من القاعدة ويسألك ها شو رأيك من مثلا من سياق الحديث من القطعة اللي احنا قرأناها شو بتتوقع ان يكون مثلا تكملة القاعدة فانت هون بتكون انت عب تفكر انت عب تنتج القاعدة عب تتعاون انت واصدقائك ففي هاي يعني interactive بتفهمك القاعدة بشكل أسرع تمام وفي الحصة لازم يكون لك عمل مع صديقك يعني انت في الحصة مثلا ستة سبعة عشرة كل ما اشتغلت انت وصديقك اكثر كل ما حكيت انت وصديقك اكثر كل ما اتعلمت اكثر اذا كان المدرس هو اللي عبي يحكي هو عبي يسأل والطالب عبي يجاوب تمام فهذه الطريقة خاطئة يعني اتمنى ان المدرسين يراجعوا نفسهم في هذا الموضوع لان انت كمدرس حتى في المحادثة بيجي بيقول لك كرس او مثلا حصة محادثة يكون في عشر طلبة المدرس بيجي بيعد قدامك وبيسأل سؤال تمام وبيسأل اول واحد اخذ دايتين جاوب التاني دايتين جاوب التالت عشان يجاوبوا العشرة عشرين دقيقة خلصت في العشرين دقيقة كل طالب اتكلم دقيقتين طيب انا لو سألت السؤال وعطيت كل واحد فرصة دايتين يفكر في الايجابة تمام وبعدين حطيت كل اتنين مع بعض والتولهم اتكلموا واسألوا وناقشوا الموضوع تمام انا ظل عندي هون مثلا 18 دقيقة للمحادثة كل طالبين كل واحد اخذ تسع دقائق ليحكي وانا بس عبر اراقب وبشوف الا بيحكي صح ولا بيحكي غلط اللي عنده غلطة صلحت له اياه اللي عنده رفض صلحت له اياه اللي عنده قاعدة صلحت له اياه وفي نفس الوقات انا بكتب كما انا كمدرس بكتب الشغلات اللي مثلا اخطاء مثلا قواعد اخطاء اخطاء لفظ مشاف بالنهاية نقشهم مع بعض فانتي هون كمدرس ما صرت انتي السنتر صار الطلبة هم السنتر هم عبيحكم مع بعض كل واحد اخذ تسع دقائق ما بينك واحد يكون اخذ دقائتين و 18 دقيقة عبي عبي استمع هذا خطأ كبير انا كتير بشوفه وبحكي حتى للمدرسين وهن بيحبه انا بحب انه يكون على الستيج والناس عبتحكي اه والطلب عبتحكي معهم وهن عبي عبي يجاوبوا لكن هذا خطأ وظلم للطالب كل انت كمدرس انا كمدرس انا كمدرس بارف احكي لغة فما في داعي ان اقضل احكي في الفصل لا عطي الطالب فرصة ان هو يدرب ويحكي تمام اه والشغلة طبعا الاخيرة انه مفروض يكون في يعني في الفصل لازم يكون في كل اسبوع مراقبة التطور يكون انت عندك اه في سيستم اه انه المهارات مثلا speaking writing listening reading كيف عبتطوره كل اسبوع بسبب مثلا اختبار بشوف مثلا اسبوع الاول مثلا جاب اه سبعة من عشرة في مهارة معين اسبوع اللي بعده جاب مثلا تمانية اه تمام في تطور اسبوع اللي بعده جاب خمسة لا معناها في غلط في مشكلة ليش لازم يكون يتطور اكتر تمام هادول يعني اه نصائح ياريت اللي اللي بيعرف حدا ممكن يهتم بهك شي تمام حاول ان انت يتوصله الفيديو او تحكيله انت اه اه واذا في اي سؤال اي سؤال على اي شي مثلا بالنسبة للغة اشنو انت يتعلم اللغة في مثلا كتير شغلات الواحد بتساعده انه هو يتعلم اللغة مثلا كالقصص تسجيلات فيديوهات تمام رسلوني اكتب مثلا في الكومنت رسلني رقمي موجود يسألني اي سؤال انا بكون سعيد لما يكون في طلبة بيسألوني حتى على قواعد محتاج انت مثلا عندك سؤال معين عندك قاعدة معينة محتاج انك تفهمها مضبوط في عندي فيديوهات كتير في القناة بوجهك للفيديو بشوف الفيديو يا سيدي بعدين حتى انت مثلا بعد ما شفت الفيديو وشفت القاعدة ولسه ما فهمت رسلني تمام انا ما عندي مشكلة ما يكون عندي وقت بعمل معك وقت عزوم يعني الواحد مثلا نص ساعة ولا اللي هي ما رح تفرق يعني ما رح تضيع النهار وان شاء الله انا بحاول قدر الامكان انه الطالب يستفيد قدر الامكان من الوقت لانه في طلبة كتير جايين هون نحن طبعا في اسطنبول بيجوا بيعدوا فترة حتى يدخلوا انجليزيا حتى يدخلوا على الجامعة فمضيع هذا الوقت مش يصالحهم وللأسف فيه متبقلنا نحن مراكز كتير فيها مدرسين كتير للأسف يعني انا ما بحطهم كمدرسين فهذا كل شيء انا حبيت بس اوصل لك معلومات خفيفة عشان الواحد يعرف شلون يدرس ويعرف وين يدرس تمام واي سؤال انا بكون سعيد كتير لو سألتوني يا ان انا اعجاب يلا نشوفكم بخير ان شاء الله